اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة مرنامجكم حديث عراقي في الهيام الأخيرة ظهر علينا رئيس الوزراء الحالي محمد الشيعة السوداني يلقي خطابا البعض الكثير ماذا البعض؟ الكثير من الناس استغربوا لماذا هذا الخطاب لأنه كان يعدد فيه ما اعتبره إنجازات لحكومته والغرابة في هذا الموضوع لا في ذكرى قيام حكومته ولا في نهاية السنة ولا في جرس سنوي ولا أبدا لكن ظهر هكذا ليلقي خطابا يعدد فيه ما قال إنها إنجازات لحكومته وقال بالنص يعني نأتي إلى قوله قال صغنى مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة ماذا عالجت؟ هو هذه حكومة الخدمات اللي صارغها وعالجت الأمور التالية أولوياتها في معالجة البطالة رقم واحد اثنين الفقر مثل ما قال هو الفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي هذه الأربع نقاط اللي قالها طبعا وقال أيضا إضافة إلى هذه الأربع ملفات نقاط قال ملف خطير جدا قال إضافة إلى الملف الأهم وهو مكافحة الفساد وقال إن حكومتي مستندة إلى دعم سياسي من اتلاف إدارة الدولة وعموم القوى الوطنية السياسية الله أكبر طيب لنترك السؤال لماذا خرج المحمد شيعة السودان يلقي هكذا خطأ فبعد أيام أو خلالها كان الناس كلهم يعرفون لماذا في هذه الفترة وربما في هذه الحلقة والحلقة القادمة سنتحدث عن الموضوع لأن الموضوع طويل ويحتاج إلى الحديث عنه ومهم طوال هذه الفترة التي سبقت الخطاب وما بعد الخطاب هذا كانت التعليقات والقنوات الفضائية المملوكة للحكومة والأحزاب الحكومة والقوائها وخاصة لأحزاب الإطار ما يسمونه الإطار التنسيق هذا الميليشياوي الذي جاء بالسوداني كلها تهاجم السوداني بشراسل وتكيله التهم وكتابات وتعليقات وتغريدات وكثير من الأمور كانت تحدث والناس تتساءل ما الذي يحدث يعني أليس محمد الشيعة السوداني هو ابن هذا الإطار والإطار هو الذي جاء به طيب لماذا يهاجمونه بهذه الطريقة والبعض يخرج يقول لن نمدد له والبعض يشعرك بأنه كان خائناً كبيراً لهم والبعض وأنت تتساءل وأنا تساءل ما الذي يحدث وهنا خرج السوداني يلقي هذا الخطاب ليقول أنه إحنا هو يخاطب الجمهور يخاطب الإطار لا أعرف لكن عدد هذه الميعتبرها إنجازات طيب ومرأة أخرى أنا أتساءل وإتساءل الناس ما الذي يجعل الإطار التنسيق الإطار الميليشياء والذي اختار محمد الشيعة السوداني يكون رئيس الوزراء لمهاجمته الآن لماذا هل خرج عن الخط الذي اختطته هذه الميليشيات في طريق خير السلطة أو هل أعاقها هل أوقف نموها هل أوقف نشاطاتها هل هل ذهب بعيدا هل وقف ضد القوى التي ترعاها أبدا لم يحصل هذا كان مثل سوار في المعصم كانوا يعني يعضعونه الإطار يضع السوداني مثل السوار في المعصم ويعرفون كل تحركاته هو يعرفهم كل تحركاته وهو أساسا لا يتحرك إلا بمشورتهم إذن هو منفذ جيد جيد لما يطلبونه والنقطة الأهم في هذا أنه هو ابنه حمد شيعة السوداني دعت من الكلام اللي يطلع عندنا واحد يقول لنا هذا ابن حمولة والأخي يقول لنا والله مو هذا ابن الداخل وعاش ويانا وأكل خبز الحصار هذا الخبز والطحين هذا المخلوط من وكان معاناته كلام هذا عيب معيب أصلا يعني هو كل اللي بالداخل كانوا عراقيين وحريصين على العراق حريصين على أن لا يكونوا في الصف الإيراني والصف الأمريكي لا لو كان هذا حصل لما كان العراق قد احتلته أمريكا مو أمريكا لو تجي لو تجي كل قوى العالم لو كان الشعب العراقي موحد بهذه الطريقة التي يتحدثون بها وكلهم أولاد حمولة وكلهم عانوا ولا يقبلون مو قضية دفاع عن النظام لكن قضية دفاع عن بلد عن وطن لكان دافع عن وطنهم أما قضيتهم يخالفون النظام ضد النظام هذه هذه وحد هذه قضية صفوه بيناتهم لكن القضية كانت تتعلق بوطنهم وأمريكا يعني القاصي والداني وحتى اللي ما عند عاقل يعرف إنها جاءت لإسقاط العراق وليست لإسقاط النظام يعني النظام بايدا وي بالطريق يجب أن يسقط لكن الحقيقة هي جاءت لإسقاط العراق لأن كل المبررة التي التي دعت إنها جاءت من أجلها هي أيضا كذبتها فيما بعد أسلحة دمار شامل تعاونوا للأرهاب معرف منه كل هذه طلعت كلها كذب وعترفوا بها كذب ديمقراطية معرف شنو وبالتالي ليه جوي يعني لماذا جاءت هذه ما أذري 400 ألف جندي والمعدات ودبابات وطيارات والدنيا من قلبها وأمريكا يعني لأول مرة تتحرك بالقرن هذا من قرن من الحرب العالمية الأولى تحرك بهذا بهذا الحجم من من سلاحها ومن من اعتادها ومن عديد جنودها لتغزوا بلدا صغيرا ما الذي يجعلهم هكذا لم يكن إسقاط هذا البلد والدليل على إسقاطه إنهم استهدفوا كل شيء يمت للحياة بصلة كل الجسور وكل محطات الكهرباء وكل محطات المياه وحتى محطات تصفية المياه الثقيلة وكل الشوارع واستهدفوا الناس والبشر لماذا؟ إذا كانوا يريدون أن يبنون تجربة جديدة على الأقل يستفادون من التجربة الماضية تجربة هاين بنت 82 و83 سنة قبلهم من 1921 لغاية 2003 82 سنة على الأقل يستفادون منها أما أني يدمرون البلد كامل يقولون أني سأبني من جديد هذه كذبة كبيرة والدليل أنه 21 سنة يبنوا شيئا إذن نعود إلى القضية الأساسية أن محمد الشيعة السوداني ابن هذا الإطار وبن هذه القوى التي تعاونت مع الاحتلال وجهت مع الاحتلال وهو بدليل أنه من أول حكومة مع الحكومات هذه داعك كان موظف بالزراعة ما أعرف شنو هذا الكلام ابن الداخل البعض يقول لنا ابن حمولة هذا الكلام معيب هذا الكلام معيب لا يقبل هذا أضحكو بي على نفسكم هذا ترويج الهابط بالتالي هو جزء من هذه المنظومة هو لا يختلف عنه هو من نزل بالبراشوت هو منهم إذن هم اختاروا بوعي وبإدراك وبموافقة إيران هم لا يستطيعون أن ينتخذوا قرار إلا بموافقة إيران وإيران هي التي ترشحت وهي التي وافقت عليه إذن جاءوا به وخلصوا من قضية والآن ماشي طيب ونرجع إلى خطابة بخطابة يقول بطالة فقر وخدمات طيب هل إطار التنسيقي أريد يقول لنا أنه هو حمد شيعة السوداني فشل في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي ولذلك وقفوا ضده هم أساسا منذ عام 2003 لحد الآن بالحكم ولم يفعلوا هذا ولن يفعلوا هذا هم مع البطالة مع زيادة البطالة مع الفقر مع هم الذين أوصلوا البلد لهذا الحال هم أوصلوا البلد للبطالة والفقر والوجوع والخدمات والسرقة والنهب والفساد كلهم هم مشتركين بها وكلهم متهمين بها وخليوا لنا واحد من أدهم أو حزب من أدهم أو شخصية من أدهم يقول لنا أنا بريد من هذه القضية اجابك على العملية السياسية وهو أساس العملية السياسية إذن هو منهم جزء من أدهم لماذا يخالفونهم هل لديهم بديل أحسن منه لا طيب هم صرفوا ملايين الملايين من الدولارات لأجل تلميع صورتهم لماذا الآن يشوهم صورتهم لا يستطيعون تشوي إذن هناك لعبة هذه اللعبة هم يعرفون من البداية أن هذه قوة قوة الإطار التنسيقي الميليشياوية غير مرغوبة يعني الشعب ضدها لا يقبل بها وعدهم عداء معها وعدهم ثارات معها من ثورة تشريين وصاعد على الأقل ويعرفون من قتل الشباب وهم هؤلاء طيب هم غير مقبولين وهم متهمين بالفساد والبطالة والفقر والخدمات وبالمخدرات وبكل السوء الآن هم يريدون أن يظهرون نفسهم أن السوداني لم يحقق شيئا فهم مع الأشياء التي تحقق للعراق إذن هم يقفون ضده والسوداني في نفس الوقت يظهر أن بهذا الخطاب ليقول للناس أنه أنا وضعت حكومة وسغت مفهوم لحكومة خدمات تقضي على البطالة تعالج البطالة والفقر والخدمات ليتقرب من الشعب إذن هم يدفعون السوداني لكي يتبناه الشعب في الوقت الذي يقفون ضده والشعب ما دائم يقف ضدهم فسيقف مع السوداني وهذا في مصلحتهم بالتالي سيخففون الضغط وسيعودون إلى حالهم الطبيعي ويقولون أن الشعب قد اختاره وبالتالي هو ابن الشعب والشعب راده منتخابات قادمة هذه هي مجمل اللعبة يعني ليس أكثر ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى سأكمل في الحلقة القادمة الحديث عن هذا الموضوع أترككم بخير أعزائي المشاهدين والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة